أبو سعيد شكراً تساعدني أنا معلم كناك و معلم كنا أبو سعيد ما شاء الله أنت من الناس صراحة اللي نفخر فيهم صراحة صاحب محتوى جميل في السوشال ميديا الله يرحم والدي و ناقد في مجالك وأذكر واحد من الزملاء يقال لأبو صلاح يومما رسلت له الإعلان هو يحبك متابع لك الله يحبه قال لي هذا جلاد المشاهير ترى ما أحب هذا المسطلح والله قال لي هذا جلاد المشاهير والله يا أبو فالح ما أحب هذه المسطلحات أسطورتي تاج راسي جلاد المشاهير جلاد جلد أسطورة دي ما أحبها طيب ولا تنتمي لي أبدا طيب ليش أنت أخذ هذا المسار هل تريد من وراء شهرة أبدا أنك تتصادم معهم ممائياً أنا قاعد أوضح لهم بس عشان يمشون كويس آه يعني أنت بيضاء لهم علمه بعضهم غبي ما يفهم بعضهم ما يفهم يحمل شرائح كبيرة من المجتمع ولا يحسن التصرف فأحنا نوجهها من بعيد بس نعلمه من بعيد عرفت نقول لي يا ابن الحلال يا ابن الحلال ترى الأمور كذا ترى الوضع كذا ترى الطريق مننا إن كانت ما ضيعت الطريق ترى الطريق مننا ولا حياته لمن تنادي طيب بس هل تحسنها يعني متعب بالنسبة ترى النقطة والله ولا يأخذ معي شيء لا لا أنا أقصد مو بردة الفعل أن تتفاعل معه تتأثر منه لا لا بالعكس أنا أنا أتكلم مرة واحدة بس يعني تنتقد مثلا 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 طلع واحد مثلا منافي أو مسك الطريق الغرق أطلع تكلم مرة واحدة بس هو يشوف ردي مرة واحدة يعني ما تأخذ معه في مهاترات ما أقعد مهاترات خرابيضي أنا ما أحبها أنا ما عندي أهداف ولا عندي يعني عواقب أفكر فيها أو شيء أنا أنتقده بس عشان يعدل وضع وخلاص عدل ما عدل رسالتي وصلت يعني إذا شفت مشكلة تحاول أنك يعني تناقشة ما أناقشة أنتقده ترى هذا غلط وصوتي يوصل أبشرك آه صوتك نسمع صراحة وواضح أنا علم بس أنتقده ترى هذا التصرف غلط إذا عندك تصرفات غلط يا خلا تصورها بسيط طب وش المقياس أنك تقول هذا تصرف خطأ أو صح؟ أصلا الآن معتي مقياس شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة شكرا 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 شكرا